حرفيا من اكتر الوصفات للطلبة مني هو الوصفة اللي قدامكم دي وهي عبارة عن نوع من انواع الحلويات بيكلو الكوريين في فيديوهات اصوات الاكل واسمه شوكولافا وهو عبارة عن طبقتين طبقة من الكيك وطبقة كبيرة من الشوكولاتة والصراحة بيهن على شكله حاجة في منتهى الجمال علشان كده كنتم متحمس ان اجربه واشوف الطعم عامل ازاي وبس كده كل اللي عايزوا منك تتحمس معايا ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا اول خطوة هنقول بسم الله وهنحتاج بطين وهنبدأ نفسر الصفار عن البيض وبعد ما نفسر البيض عن الصفار هنسيبهم على جمب وهنحتاج معلقتين كاكاو وهنضيف عليهم معلقة كبيرة زيت وهنقلب وبعد التقليب هنضيف نص معلقة عسل وهنضيف معلقتين كبار مية وهنكمل تقليب وبعد التقليب هنضيف ال 2 صفار بيض اللي كنا سيبتهم على جمب ربع معلقة فانيليا وهنقلب واخر مكون هنضيف ربع كباية منديل رز وبعد التقليب هتبقى معانا بالقام ده دلوقت هنسيبه على جمب وهنجيب بيض البيض وهنضيف عليه معلقة كبيرة سكر وهنقول باسم الله وندربه بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة واول ما يتقل معانا بالقام ده هنوقف ضرب واهم حاجة ناخد بالنا من يضربوش زيادة اهم حاجة يوصل معانا للقام ده بس ودلوقت هناخد معلقة من بيض البيض وهنضيفها على خليط الكيكة وهنقلبها كويس وبعد ما يختفي بيض البيض هنقلب باسم الله ونضيف الخليط على بيض البيض وهنقلبه كده بالروحة من فوق اللي تحت عشان نحافظ على فقعات الهوى وهو ده كده الشكل النهائي وبعد التقليب هنجيب صنية بنحط عليها ورقة زبدة او مفرش الفرن السيليكون وهنقلب باسم الله ونصب الخليط وبالنسبة للتسوية هندخله الفرن مسخم مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة والفرن يكون شغال من تحت بس ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم بعد مرور 15 دقيقة والكيك هيبقى معانا بالشكل ده وبعد ما تبرد الكيك هنسلكها كده بكل سهولة من ورقة زبدة وهنحتاج قطعة عجين على شكل مربع او شكل دائري وهنقول بسم الله ونبدأ نقطع كده وهتبقى معانا بالشكل ده ودلوقت هنحتاج قطعة العجين وهنبدأ نحط جواها ورقة زبدة بالشكل ده وبعد ما نضيف ورقة زبدة بالشكل ده هنجيب الكيك اللي كنا مقطعينها وهنحطها كده وهو ده كده الشكل المطلوب وبعد ما نضيف الكيك هنحطها في صنية بالشكل ده ودلوقت هنجهز الطبقة التانية وبالنسبة للطبقة التانية هنحتاج ربع كباية حليب وعليها معلقة كبيرة وهنضيف معلقة نشا وهنقلب على نار منخفضة وأول ما تبدأ تتقل معانا بالشكل ده هندفل نار وهنضيف واحد سفار بيت وهنقلب كويس وبعد التقليب هنحتاج قلب شوكولاتة حجم 120 جرام وهنبدأ نقطعها وقطعة صغيرة وبعد ما نقطع الشوكولاتة هنقلب بسم الله ونضيفها على الخليط وهنضيف نص كباية من كريمة الخفق وآخر مكون هنضيف معلقة جيلاتين ودلوقت هنقلب بسم الله ونقلب المكونات على نار منخفضة وأثناء التقليب هنضيف ربع معلقة فانيليا وبعد ما تدوب المكونات بالشكل ده هنرفعها من على النار وهنبدأ نصفيها ودلوقت هنقلب بسم الله ونبدأ نصب الخليط في الأوالب وبعد ما نصب الخليط دلوقت هندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم بعد مرور 8 دقايق بالضبط في الفرن دلوقت هنسيبها وتبرد وندخلها التلاجة لمدة ساعة ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم بعد مرور حوالي ساعة وهو ده كده الشكل اللي احنا وصلنا له وباقت متماسكة معانا وهنضلعها كده بكل سهولة من القالب وهنشيل ولق الزبدة بصوا بسم الله وطلع معانا نجحة وشكلها حلو قوي وكمان لو خرجناها برا التلاجة مش هتسيح هتفضل متماسكة بالشكل ده وبكده نكون عملنا اشهر تحلية كورية باسهل طريقة والصراحة متحمس اول ندوق ويلا بينا دلوقت ندوق نشوف الطعم عامل ازاي بسم الله انا عايز اقول لكم مبدئيا كده من ناحية الطعم هي حرفيا في منتهى الجمال لكن ما تفتكرش ان هي حاجة غريبة او اي حاجة جديدة هي بالعكس هتلاقيها شبه موس الشوكولاتة او المولتين كيك دير ممكن اكتر حاجتين تقدر تشبههم بيها بس هي كطعم الصراحة حلو قوي وكمان تقيلة يعني انا مثلا كلت منها نص واحدة ومش قادر اكمل تاني بس الصراحة لو جربتها اكيد هتعجبك وبس كده بيكونتها الفيديو بتاعنا واشوفكم في فيديو جديد سلام